مرحباً مرحباً بجهود الشيخ الخنجر لحل أزمة أهالي جرف الصخر التي عجز عن حلها سياسيوء السلطة منذ أكثر من سبع سنوات داعين إلى تكاتف الجهود لعادة النازحين إلى مناطقهم يا عمي كان الحار صار ثمان سنوات ثقوا بالله الكريم تحت خيمة تطفي الكهرباء قسملكم بالله مثل ما حرطتك بتنور خلي يجي إذا سكن الخيمة أي مسؤول عراقي يقدر يتحمل الخيمة خمس دقائق والله يمع البس الإعقال فيا عمي مناشدتنا يعانون الشيخ ونسأل الله أن يثبته وينطي الصحة والعافية بسمعهنا أهل جرف الصخر المضلوين المشردين منذ سبع سنوات نشكر ونشد على أيدي الشيخ خميس الخنجر على هذا الموقف النبيل والوقف الرائع لمساعدتنا على العودة إلى مناطقنا المحرومين منها منذ سبع سنوات وبعد أن حاول بعض السياسيين أن يقفوا حجر عثرة أمام عودة هؤلاء النازحين إلا أن إرادة وعزم الساعين للإصلاح أفشل مخططاتهم التي تروم عرقلة إعادة نازح جرف الصخر إلى أبناء المكون السني من السياسين عليهم أن لا يقفوا حجر عثرة أمام هذه المهمة الإنسانية الإخلاقية المجتمعية التي يجب أن يكونوا أول من حملوا هذه الأمانة من أجل إنهاء معاناة أهلهم في جرف الصخر وهذا أول الغيث بإذن الله أول الغيث يبدأ بقطرة وستكتمل اللجان وتضع الخطة الأمنية المحبكة من أجل إرجاع أبناء جرف الصخر من أجل إنهاء هذه المهمة شيوخ وعشائر العراق اجتمعوا اليوم تحت راية تحالف عزمة حين كشفت لهم مواقف الرجال من وقف مع النازحين والمغيبين خلال سنوات ثقيلة مرت على العراقيين من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة